عقب زيارة تفقدية لمشروع مصفات ومجمع الكيمويات البترولية نيجي سون في فيتنام قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم أن شركة البترول الكويتية العالمية تقدم أهداف المؤسسة في التوسع بالقارة الأسيوية مؤكداً قدرة الشركة على التغلب على أي تحدي يواجه مشاريع المؤسسة هاشم قام بجولة بين وحدات المصفات ضمنت وحدة التكرير ووحدة التكسير بالعامل المساعدة وغرفة التحكم المركزية ورصيف التصدير كما تفقد عمليات المصفى بعد استكمال الصيانة المجدولة والتي استغرغت 49 يوم وهي أقل من الفترة المحددة لها